اشتركوا في القناة ولكن في ساعات الظهيرة رح ينتقل لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الوطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يمكت القمر في هاي المنزلة حتى الساعة ثلاث واثنين واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر الآن موجود في برج الحمل وبما أنه موجود في برج الحمل لغاية ساعات الظهيرة من الآن موعد بث الحلقة من مساء يوم الأربعاء فهي الفترة بتظل فيها نوع من أنواع الطاقة الكبيرة أكثر من الأيام الماضية الطاقة هي بتكون للعمل للحركة ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشهدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية وفي فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفلمة الحدث اللي اليوم رح يصير طبعا اليوم في عنا انتقال الزهرة من برج الثور لبرج الجوزاء وهذا الشيء رح يكون بعد منتصف الليلة اللي هي ليلة الأربعاء الخميس يعني في تمام الساعة 12 و34 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ورح يمكث القمر في برج الجوزاء حتى صباح يوم الاثنين 18 سبعة تقريبا في تمام الساعة وحدة و32 دقيقة صباحا طبعا في حلقة عملت كاملة عن شرحها وتأثيراتها وتأثيراتها على جميع الأبراج موجودة على القناة وهي الرابط ظهر في أعلى الصفحة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتخلينا أو بتخلي عنا قدرة أكثر على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 8 ودقيقتين صباحا تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات الظهر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ في عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي بيبدأ في تمام الساعة 8 ودقيقتين صباحا وبيستمر طبعا حتى تمام الساعة 11 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح يستقر في برج الثور ويبدأ يشكل أول زوايا ساعة 15 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش عشان هيك من هاي الساعة تقريبا يعني من ساعات الظهر بصير عنا شعور بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار وبرضو في هاي الفترة تصلح لشراء عقار أو استيجار عقار أو بيئ عقار يعني بالأمور العقارية حتى صيان وتصليح العقارات وهاي فترة ممتازة لقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وحد عشر دقيقة بعد العصر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة لهاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية منتصف الليل الخميس بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا بالنسبة من الآن اللي هو من مساء يوم الأربعة ولغاية ظهر يوم الخميس نقطة الضعف أو الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم من ساعات ما بعد الظهر بتصير الأعضاء الأكثر حساسية اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية واللوزتين وتفاحة آدم بما أنه هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية فاليوم لا يصلح لإجراء العمليات الجراحية لهاي الأعضاء أما ما غيرها طبعا دون فترة خلو المسار بما أنه هي من الساعة ثمانية فبفضل في ساعات النهار أنه ما يكون في عمليات جراحية خصوصا من الوقت اللي ذكرناه اللي هو من الساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيج للساعة 11.57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج ما مننصح بإجراء العمليات الجراحية إلا العمليات الضرورية جدا فهذا بمعنى أنه اليوم لا يصلح للعمليات الجراحية لا تجميلة ولا جراحية جراحة كبرى إلا في الحالات الطارية طبعا اللي ما نقدر ندخل فيها طبعا بالنسبة لإزالة الشعر الزائد يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح للقص العلاجي يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ الأمور التجميلية يعني بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 25 ستة رح يكون في تمام الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعديها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة منتحسة بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 10% أما بالنسبة للقمر اللي موجود في الحمل لغاية ساعات الظهيرة وبعدها بدينتقل للثور رح يمكث القمر في برج الثور زي ما حكينا اليوم 25 ستة هو الآن منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزة حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 70% الزهرة في الثورة بدأت انتقل للجوزة ورح تمكث في الجوزة حتى يوم 18 سبعة هي الآن سعيدة بنسبة 10% ولكن في ساعات العصر تقريبا بتصير سعيدة بنسبة 15% المريق في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط عندكم طاقة كبيرة بإمكان كل يوم تسيطروا على زمام الأمور في أي مسعى أو في أي مجال أنتوا بتشتغلوا فيه أو طبيعة حياتكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم من الآن لغاية ساعات الظاهرة الطاقة عنكم عالية جدا الاهتمام بالمظهر بالتغييرات هاي مرحلة ممتازة جدا وبتعطيك طاقة وبداية فترة ممتازة جدا بالنسبة لإلكم في ساعات الظاهرة التركيز رح يصير على الأمور المالية فعشان هيك هذا يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك اليوم تتحرك بكافة الاتجاهات اللي ممكن تنعشك ماديا أو تجيب لك تعويضات مكاسب هدايا وعادة الأموال في هاي المرحلة بتيجي من عمل إضافي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من مساء اليوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الخميس بتظلها فترة ضاغطة عليكم أو هاي الفترة زي ما حكينا مثل يوم أمس واللي قبله إنها بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تنتبهوا لأعمالكم الضرورية والعاجلة تنتبهوا لأغذائكم راحتكم بتظل الطاقة ضعيفة جدا وتقريبا بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وممكن تتأخر كل أمورك أو تلغى أو تصير فيه سوء تفاهم أهمش إنك ما تتخذ قرارات حاسمة لغاية ساعات الظاهرة من ساعات ظهيرة يوم الخميس الأجواء بتصير ممتازة جدا بتصير عندكم ثقة بالنفس أكبر بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لأي قطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر راح يجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية لأنها بداية فترة أو مرحلة جديدة لإلكم الجو إجمالا ممتاز جدا بدعمكم على كل الاتجاهات راح تجد شعور بطاقة تعوض سلبية الأيام الماضية برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا النشاط راح يظل متركز على الأمور الاجتماعية من الآن لغاية ساعات ظهر يوم الخميس طبعا راح تنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أو يتوجه لهم دعوة أو ينشطوا اجتماعيا بشكل غير مسبوق بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك لأنه ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه بدك تكثف ارتباطاتك الأجواء ممتازة جدا ولكن بدك تحاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات ظهر يوم الخميس لأنه من هذا الوقت وما بعد تطلب منكم هاي الفترة عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض لأنه ممكن يتعانوا من ركود ومراوحة المكان وما تجزفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم أفكاركم بتصير مشوشة والظروف بتصير مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ظهر يوم الخميس بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم أنكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنكم تهدؤوا من روعكم هاي فترة ضاغطة ومشحونة بالمتاعب والتوتر بتكو تعالجوا الأمور بهدوء وتحاولوا تقدموا أفضل ما عندكم راح تفرحوا بالفترة هاي بانتصار أو بإنجازات طبعا الأجواء راح تضل ضاغطة أو متقلبة المزاج لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطة أهم شيء أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فعي فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة لبتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط بظل بكامل طاقته في أمور الاتصالات البعيدة الامتحانات، السفر، اللقاءات، النقاشات، الحوارات، الإقناع فترة ممتازة جداً وهذه فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أو تعزيز علاقة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب بإمكانكم إظهار تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم بتنجح للترويج لعمل أو كسب الدعم من الآن لغاية ساعات الظاهرة الأجواء إيجابية ودعملة إليك ولكن من ساعات الظاهرة الظهر يوم الخميس بيصبح اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي بتصير مهمة على الصعيد المهني الاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة في نوع من أنواع المسؤولية اللي ممكن تواجهها اليوم أو عبئ مهني أهمش أنك ما ترتبط في المواقف الحساسة يعني الجو العام إجمالاً بيكون صعب لغاية ساعة الظاهرة من بعدها ممكن تحصل بعض المكاسب برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعاً بالظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم عندكم في بعض الفرص المتاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض من الآن لغاية ساعة ظهر يوم الخميس فعشان هيك بتكون تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بهذه الفترة يعني بحاجة لترتيب الأمور المالية لأنها هي أكثر إشي بيشغلكم ولكن حاولونكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة قبل ساعات ظهر يوم الخميس من ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس الأجواء بتصير متغيرة تماماً إلى إيجابية طبعاً ولصالحكم ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية وقوية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلال الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب أحباكم معكم وفيها سفر محتمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً من الآن ولغاية ساعة الظاهرة بظل القمر موجود عندكم مقابلكم تماماً وهذا الشيء اللي بخلي طاقتكم مفقودة أو تشعروا بالملل تشعروا بالإحباط سهل استفزازكم فعشان هيك بهاي الفترة جيدة فقط لتدعيم شراكاتكم وبتظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن زي ما حكينا يوم أمس ما بجوز إثارة المتاعب بتكون تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لأن القمر مازال مقابلكم لغاية ظهر يوم الخميس فضبط الأعصاب مطلوب والابتعاد عن المشاكل والقرارات مطلوب من ساعات ظهر يوم الخميس بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن ممكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتصير يعني بدها رعاية شوي ممكن تفكر بمستقبلك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شيء أنك تحاول أنك تقدم اليوم بعض التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات سببت نوع من أنواع الإزعاج لا إلك برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعاً بدكوا تنجزوا اللي تراكم عندكم من عمل تحاولوا إنكوا تجدوا تعاون من زملائكم من الآن لغاية ساعات الظهيرة طبعاً الآن بلشت الأمور تحمى شوي ضدكم طاقتكم ضعيفة القمر صار في مراحل المقابلة فبتشعروا أن الطاقة نزلت شوي شوي عصبيين ردات فعلكم فيها نوع من أنماع الصعوبة ضبط الأعصاب مطلوب عشان هيك أهم شيء من الآن لغاية ساعات الظهيرة إنكوا تنظموا جدول غذائكم وعملكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات عشان ما تدخل وتصير أكثر من عمل في نفس الوقت وتضطر عمل ساعات إضافية أو تزيد عصبيتك من ساعات ما بعد الظهر بصير الجو مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم قصصاً شراكاتكم المادية أو العملية والعاطفية ولكن زي ما حكينا بتكو تحذروا من الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم فممكن تقعوا في ورطة أنتوا بيغنى عنها لأن الجو العام متوتر وهاي الفترة ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بتكو تكونوا صبورين وما تتذمروا لأنها هاي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً القمر ما زال موجود في البيت الخامس لساعات ظهر يوم الخميس فبتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم الأمور العاطفية والأجواء عالية جداً بالطاقة الإيجابية الظروف جيدة ولكن احتمال أنه يكون فيه قلق اتجاه أحد الأحبة أو عصحته أو حدث معين أو ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار أو تحاول فرض السلطة على الحبيب بدك تبعد عن هاي النقطة بظل المشاط عالي جداً وبتميل للترفيه عن النفس أو التجميل أو التغييرات وطبعاً زي ما حكينا ما مننصح بالتجميل خلال هذا اليوم من ساعات ظهر يوم الخميس رغم تراكم العمل لأن القمر رح ينتقل لبيت العمل ولكن عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه تقدروا تنظموا جدوى الغداءكم اليوم بشكل جيد حاولوا أن تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية فعشان هيك بدك تراقب عملك وتراقب صحتك برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعاً اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة مثل يوم أمس يعني كل التركيز على الأمور البيتية والعقارية والأمور هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس أو الأفكار أو القلق اللي بتعيشها هاي فترة ممتازة لتبادل الزيارات والمناسبات العائلية أو الاتصالات المهمة في ساعات الظهر الأجواء رح تختلف تماماً معك رغم الطاقة الموجودة الضعيفة بسبب تواجد الشمس الآن في مراحل المقابلة في السرطان إلا اليوم إنك رح ترغب في التقرب بشكل كبير من أحباءك وتعزيز العلاقة معهم طبعاً فترة ممتازة عمستوى الحضوض والطاقة والعاطفة وببوسعكم وممارسة نشاط فني اليوم رح يطمئن بالكم من ساعات الظهيرة وما بعد تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشيانكم ما تستسلموا في تكرار المحاولة اليوم رح ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو أشياء جديدة حتى لو كانت عاطفية وتميلوا للتنقلات والرحل والترفيه والأجواء رومانسية وناجحة ولكن زي ما حكينا ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بظل النشاط عالي جداً على مستوى التنقلات والاتصالات والامتحانات والسفريات القصيرة التنقل بين المدن من الآن ولغاية ساعات الظهيرة ولكن عشان فيها كله مسار من غل أنه بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم يعني بين الشوارع والمفتوحة أو بين المدن وبرضو في نفس اللحظة ممكن يصير فيه عطل إما ميكانيكي بسيارة أو بأجهزة إلكترونية أو شوية خلاف ما بينك وبين أحد الإخوة أو الجيران فبدك تضبط أعصابك اليوم بظل الأجواء جيدة لإطلاق مرحلة مهنية لترويج لمشاريع لنقاش حوار وبتقدر تقلب المعادلة سرعة البديهة ما زالت موجودة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تتحرك لأنه اليوم برضو فيه مزايا ممتازة من ساعات ما بعد ظهره يوم الخميس الأجواء شوي رح يصير تركيزها أكثر على الأمور البيتية والعائلية فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم وحاولوا برضو أنك ما تنفعلوا حتى لو شعرتم بالانزعاج اسعوا لتحسين مواقعكم في العمل ولتثبيتوا قدموا المساعدة لأي شخص بيحتاجها هو التركيز رح يصير على المستوى العائلي بشكل أكبر خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لكم لما كاسب مالية بتجي أغلبها من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أو حتى يهتموا بأمور فوترة أو بعض الديون ولكن ممكن اليوم تسمعوا خبر بيتعلق بوضع مالي معين أو بيلعب قريب دور مهم في حياتكم اليوم رح تهتم ببعض المسائل المالية بشكل أكثر من الأيام الماضية ورح تجدوا الحلول والتسويات المناسبة طبعاً هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعة الظهر وبما أنه في عقل ومسار فبدأك تحاول أنك ما تتخذ أي قرارات تتعلق بالوضع المالي أو حتى أنك تبعد عن إصراف المال حتى ساعة ظهر يوم الخميس من ظهر يوم الخميس بتجد أنه عندك طاقة عالية جداً للتنقلات للسفريات للاتصالات لا حتى للأمور الدراسية اللي عندهم امتحانات اليوم بتكون أجواءهم جيدة شيئاً ما ولكن ما يعتمدوا كثير على الحلوض بسبب خلو المسار وهاي بتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار عشان هيك اليوم بتكونوا يعني عبارة عن عنصر إيجابي وحاول أنك تبعد عن المشاحنات قدر لإن كان الأجواء عاطفية الحلوض بتدعمك بشكل كبير بتقدر تتفهم الآخرين وبرضو عندك قدرة على السيطرة على عصابك أهم شيء أنك تكرر المحاولات السابقة للمصالحة للتسوية وحاذر من السرعة وسوء التفاهم زي ما حكينا هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة